أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستغيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر غوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر لخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه فيما من مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاه المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا نزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون فإذ كل لما جميع لذينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستغر لها ذلك تقدير العزيز العليم والغمر غدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الغمر ولا الليل ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون آية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله أضعما إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستضيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراد مستقيم وَلَغَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْغِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعَدُونَ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ثُوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرُجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لضمسنا على عينهم فاستبغوا السراض فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمده ننكسه في الخلق أفلا يعظنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الغول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا نَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُنُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُضْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ بِغَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُغَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْئًا إِذَا عَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم